السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطة خيش بدون خياطة يسعد نشترككم بقناة كده احلى وتفعيل الجرس وعمل لايك الخامات اللي هنستخدمها خيش بس هو خيش مستورد فالخامة مختلفة شوي وسوستة واي اكسسوارات عندي ضنتيل جبير اي حاجة هنزين بيها الشنطة وطبعا مسدس الشمع ومقص هنبتجي نقص المقص اللي احنا عايزينه للشنطة ونبتجي سرفالة الاطراف واي زيادات شايفينها في الخيش نقوم قصينها بعد كده هنبتجي الجانبين بتوع الشنطة نعملهم بمسدس الشمع ونثبتهم كده ببعض وما تقلقوش بيبقى متين جدا يبقى كده الجانبين ونقلب الشنطة على الوش بتاعها ونبتجي الشغل ده الجزء العلوي كده من الشنطة بنتني الحتة اللي فوق بحس تبقى فرنشة الخيش للخارج ونبتجي نثبتها برضو بمسدس الشام والجزء السفلي برضو بنثبته بمسدس الشام وتبقى فرنشة الخيش زي ما احنا شايفين كده شكلها كده سبتناها دي عمدنا سوسات بتتبع بالمتر بتاخد الجزء اللي انت عايزاه بنثبتها برضو بنفس الحكاية بمسدس الشام ولا خياطة ولا اي حاجة واي زيادات من السوسة ندخلها جوا الشنطة اشتركوا في القناة اصبحت السوسة جاهزة زي ما احنا شايفين الزيادة من دخلها ونثبتها اصبحت السوسة جزء برضو من قماشي الخيش في فرنشة فهنستخدمها في تزين الشنطة من الخارج هنقص جزء كده على قد مقاسي الشنطة ونثبته فوق الشرشيب اللي هي الشنطة اصلاً كله بيعتمد على التزبيد بالشام او زي ما انتو شايفين الشكل اصبح جميل جداً بنبتجي بعد كده نحط الجبير اللي عندنا ممكن تزينيها باي اكسي سوار عندك حساب زوء كده الشنطة اصبحت جاهزة عندنا فاضل نعمل لها ايدين للشنطة هنقص بقية الخيش الطول اللي احنا عايزينه برضو ليد الشنطة وزي ما احنا شايفين بالشكل ده بنبتجيه بمسدس الشامع نتنيه ونثبته نركب بقى اليدين تثبيت بالشامع بلد نقص بقية الخيش بعد ما ثبتنا اليدين هنزينهم باللدبقة من الجبير نفس الوردة ومن الخلف برضو وكده اصبحت الشامع الشنطة جاهزة عندنا حبيت اتزود بقى حاجة لليد السوسطة لان كان بقي قطعة من الخيش فعملتها زي كده وردة او دلاية تبقى شرشوبة نركبها في سوسطة الشنطة اشتركوا في القناة 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 وكده هيبقى عملنا شنطة من الالف للياء بمسدس الشامع بدون خياطة لا تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس